الشبكات الفرعية ساب نيتس لقد أشرنا في الدرس السابق إلى أن الشبكات من الفئة A يمكن أن يكون فيها ما يقارب 16 مليون مضيف في نفس الشبكة إن وجود ذلك العدد من المضيفين في نفس الشبكة أمر غير عملي حيث أنه مثلا في حالة بث رزمة من البيانات إلى كل المضيفين على الشبكة فإن ذلك سيتسبب في تحميل الشبكة عبءا كبيرا نظرا لأن مجال البث برودكاست دومين يتضمن 16 مليون حاسب الحل الذي تم إيجاده للتغلب على هذه المشكلة والعديد من المشاكل الأخرى هو التفريع الشبكي ساب نيتينج حيث يتم تقسيم الشبكة الأصلية إلى عدة شبكات فرعية يؤدي تقسيم الشبكة إلى شبكات فرعية إلى إنشاء مجالات بث أصغر ضمن الشبكة الأصلية وبالتالي تقليل العبء على الشبكة الأصلية عند بث رزمة من البيانات إلى كل الحاسبات ضمن الشبكة الفرعية الطريقة المستخدمة في إنشاء شبكات فرعية من الشبكة الأصلية هي إلحاق جزء من القيمة المستخدمة لمعرف المضيف بالقيمة المخصصة لمعرف الشبكة وبالتالي إمكانية إنشاء معرفات لشبكات فرعية من الشبكة الأصلية لا بد من بعض الأمثلة لنتمكن من فهم طريقة إنشاء معرفات لشبكات فرعية من خلال معرف الشبكة الرئيسية لنأخذ على سبيل المثال الشبكة التي لها العنوان 135 نقطة 10 نقطة 0 نقطة 0 والتي هي من الفئة B أي أن هاتين الخانتين تمثلان معرف الشبكة وهاتين الخانتين تمثلان معرف المضيف سنقوم الآن بتعلم إنشاء شبكات فرعية من هذه الشبكة وذلك بضم جزء من معرف المضيف إلى معرف الشبكة لتبسيط هذا المثال سنضم هذه الخانة من معرف المضيف إلى الخانتين الخاصتين بمعرف الشبكة أي أن هذه الخانات الثلاث أصبحت تمثل معرف الشبكة وهذه الخانة فقط تمثل معرف المضيف أول فائدة نجنيها من تقليص عدد خانات معرف المضيف إلى خانة واحدة فقط هو أن العدد الأقصى للمضيفين في كل شبكة فرعية هو أكبر قيمة يمكن أن تتسع لها هذه الخانة والتي تمثل معرف المضيف وهي كما أوضحنا في درس سابق مئتان وأربع وخمسون إذن لقد تمكننا من تقليص مجال البث إلى مئتين وأربعة وخمسين مضيفاً في كل شبكة فرعية عوضاً عن خمسة وستين ألف مضيف لنتعلم الآن طريقة الاستفادة من هذه الخانة والتي قمنا بإضافتها إلى معرف الشبكة لتقوم بإنشاء عنوان شبكة فرعية قم بتغيير قيمة هذه الخانة إلى إحدى القيم المسموحة مثلاً لنقم بتغيير قيمة هذه الخانة إلى القيمة واحد أي أن عنوان الشبكة الفرعية أصبح مئة وخمس وثلاثون نقطة عشرة نقطة واحد نقطة صفر يمكننا أن نحصل على عنوان شبكة فرعية أخرى بمجرد تغيير هذه القيمة مثلاً سنستخدم القيمة أربعة أي أن عنوان الشبكة الفرعية هو مئة وخمسة وثلاثون نقطة عشرة نقطة أربعة نقطة صفر لاحظ أن عدد الشبكات الفرعية التي يمكن إنشاؤها في هذه الحالة هو مئتان وست وخمسون شبكة فرعية وهو القيمة القصوى التي يمكن وضعها في هذه الخانة أي مئتان وخمسة وخمسون مضافاً إليها القيمة واحد السبب في أننا قمنا بإضافة القيمة واحد هو أن العنوان الذي يمثل الشبكة الرئيسية أي العنوان مئة وخمسة وثلاثون نقطة عشرة نقطة صفر نقطة صفر أصبح يمثل أيضاً عنواناً لشبكة فرعية أجل إن هذا الأمر مربك ويبدو غير صحيح لكننا سنأتي على توضيحه لاحقاً في هذا الدرس بحيث يمكنك إدراك السبب في أن هذا الأمر صحيح لاحظ أنه في كل من عنوين الشبكات الفرعية هذه الخانة فقط هي التي تمثل معرف المضيف وكما أشرنا سابقاً فإن القيمة التي يمكن إعطاؤها لهذه الخانة تتراوح بين واحد ومئتين وأربعة وخمسين أي أن العدد الأقصى للحواسيب في كل من الشبكات الفرعية هو مئتان وأربعة وخمسون قبل أن ننتقل إلى مثال آخر لابد من الإشارة إلى أمر مهم جداً وهو أنه في حالة أن الشبكة التي تحدثنا عنها في هذا المثال تتصل بشبكة أخرى فإن تلك الشبكة الأخرى ترى مجموعة الشبكات الفرعية في هذه الشبكة على أنها شبكة واحدة وأن لها عنوان الشبكة الرئيسية أي أنه بالنسبة للشبكة الأخرى فإن عنوان مجموعة الشبكات الفرعية هذه هو مئة وخمسة وثلاثون نقطة عشرة نقطة صفر نقطة صفر السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو كيف يمكن لويندوز والمسير راوتر والعناصر الأخرى في الشبكة معرفة ذلك الجزء من معرف المضيف الذي قمت بإضافته إلى معرف الشبكة أي كيف يمكن للراوتر معرفة الجزء من عنوان IP الذي يمثل معرف الشبكة والجزء الذي يمثل معرف المضيف الإجابة هي باستخدام قيمة سنطلق عليها الاسم قناع الشبكة الفرعية Subnet Mask القاعدة المستخدمة في تحديد قيمة قناع الشبكة الفرعية هي التالية كل البتات التي تمثل معرف الشبكة يجب أن تكون قيمتها واحد كل البتات التي تمثل معرف المضيف يجب أن تكون قيمتها صفر لنقم بتطبيق هذه القاعدة على المثال السابق هذه هي قيمة عنوان الشبكة باستخدام نظام الترقيم الثنائي هذه البتات أو الخانات بالنظام الثنائي تمثل قيمة معرف الشبكة إذن سنضع أسفل كل خانة منها الرقم واحد أما هذه البتات فتمثل قيمة معرف المضيف إذن سنضع أسفلها الرقم صفر لقد قمنا باستخدام الآلة الحاسبة في ويندوز لتحويل قيمة قناع الشبكة من نظام الترقيم الثنائي إلى نظام الترقيم العشري هذه القيمة هي مئتان وخمسة وخمسون نقطة مئتان وخمسة وخمسون نقطة مئتان وخمسة وخمسون نقطة صفر لقد أشرنا سابقا في هذا الدرس إلى أنه عند تقسيم الشبكة إلى شبكات فرعية فإن عنوان الشبكة الرئيسية يصبح أيضا عنوان شبكة فرعية وأشرنا إلى أن هذا يبدو محيرا لكن تعرفنا إلى قيمة قناع الشبكة الفرعية هو مفتاح توضيح هذا الأمر هذا هو عنوان الشبكة الرئيسية الذي تحدثنا عنه في هذا المثال وهذه هي قيمة قناع الشبكة المخصصة للفئة بي من الشبكات هذا هو عنوان الشبكة الفرعية الأولى وكما يظهر فإنه مساوي في القيمة لعنوان الشبكة الرئيسية وهذه هي قيمة قناع الشبكة الفرعية لاحظ أنها لا تساوي قيمة قناع الشبكة الرئيسية وهذا هو السبب في أن العنوانين مختلفان وليس متساويان انتبه إلى أنه يجب أن يكون لكل مضيف في شبكة تي سي بي آي بي قناع شبكة فرعية حتى وإن كانت الشبكة مكونة من جزء واحد فقط ولا تحتوي أي شبكة فرعية هناك قيم لقناع الشبكة تستخدم بطبيعة الحال وهي تقابل فئات عنوين بروتوكول الانترنت التي تعرفنا إليها سابقا هذه القيم هي كما يظهر على الشاشة ترجمة نانسي قنقر